اشتركوا في القناة وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل ورح يمكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة ثمانية وثلاثة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من مساء يوم الاثنين بينتقل القمر بعدها لمنزلة الاكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد طبعا القمر موجود في برج الميزان وبما انه موجود في برج الميزان كمان اليوم رغم انه في ساعات متأخرة من يوم الاثنين رح يكون فيه عندنا خلوم مسار الا انه رح يظل القمر موجود في برج الميزان فعشان هيك هاي افضل فترة عاطفية لتعزيز او صار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين اكثر ومن ميل الاسترخاء ويجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير الدور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكن ايضا اقامة حفلة او اعادة تزيين البيت او ديكور جديد او مكتب مثلا وديكوره اكتناع حاجيات جميلة بالنسبة للزوايا البطيئة اللي مؤثرة واللي كل يوم احنا منذكرها لحديث ما تنتهي الزاوية اللي اليوم اخر يوم لالها هي زاوية اقتران ايجابية بين الشمس وبين عطارة حكينا هاي مستمرة لغاية يوم 24 واحد يعني اليوم نهاية اليوم بتكون منتهية ولكن تأثيراتها موجودة وعادة عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم مواضيع علمية كان صعب علينا او تعذر علينا فهمها في السابق وبيزداد التوجه لا يجرى اتصالات او تنقلات او سفريات ضرورية اما بالنسبة للزاوية التي تليها برضو بطيئة هي زاوية تثليث ايجابية بين الزهرة وبين اورانوس وهي مستمرة لغاية يوم 8 اثنين وهي الزاوية بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاول اكبر كما انه في هاي الفترة بتكون شعبيتنا في تصاعد اما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل مع القمر مو في عنا انتقال كمان المريخ يعني في عنا زاوية وعنا انتقال الزاوية الاولى هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة 12 و 26 دقيقة بتوقيت جرينتش بعد منتصف الليلة هاي اللي هي ليلة الاحد على الاثنين بنصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية اما بالنسبة للحدث اللي رح يصير اليوم واللي عملنا حلقة والحلقة هاي موجودة على القناة حاليا هي انتقال المريخ من برج القوس لبرج الجدي طبعا رح ينتقل هو الساعة 12 و 52 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينتش من برج القوس لبرج الجدي زي ما حكينا ورح يظل في برج الجدي لغاية يوم 6 ثلاثة صباحا طبعا اللي بدو يعرف التفاصيل والتأثيرات وايش بأثر على الابراج وايش هو سعيد منتحس كل اشي بتعلق في كوكب المريخ بالفترة القادمة رح يكون موجود في هاي الحلقة اللي رابطها الان ظهر عندكم في اعلى الصفحة بالنسبة للزاوية الاخيرة اللي رح تتشكل هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين بلوته وهاي رح تكون في تمام الساعة 10 و 9 دقائق مساء طبعا هاي الزاوية بمأنها سلبية معناته بتدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة طبعا هاي الزاوية تأثيراتها بتبدأ من ساعات الظهر تقريبا وبتستمر لما بعد منتصف الليل بعد الزاوية هاي مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 10 و 9 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى صباح يوم الثلاثاء لهو لغاية الساعة 3 و 57 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر من الميزان لبرج العقرب هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية بالفترة هاي طبعا لأنه القمر موجود في الميزان معناته الكلا والحالب المثانة البولية الأوردة الجلد كعضو لللمس البنكرياس والأنسولين وأسفل الظهر والزائد الدودية طبعا بالنسبة لليوم يوصى بإجراء عمليات جراحية ما في أي مشاكل لأنه خلو المسار متأخر في آخر الليل فعشان هيك ما في أي مشاكل أما بالنسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة طبعا أنا ما بنصح فيها لأنه الزهرة بتتراجع فعشان هيك منقول أنه خلوا أو أجلوا هاي الأمور لغاية ما بعد أربعة اثنين اللي هو لغاية ما ينتهي هذا التراجع فبتكون فترة إيجابية وأفضل أما هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعم كورونا ما في أي مشاكل اليوم يوم مناسب جدا لهذا الأمور ولكن اللي بشعر ببعض الأعراض الجانبية مثل ارتفاع الحرارة مثلا يأخذ بندول كل ست ساعات حبتين بفي بالغرض لغاية ما تنتهي مع الأعراض إذا شعر بنوع من أنواع الإحمرار أو الألم محل الإبرة اللي هي محل التطعيم أما أنه بدهن فسدين على إدهون مضاد حيوي أو أنه براجع الطبيب تبعه على أساس أن يعطيه شيء يخفف عليه الإحمرار بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم انحسار المربع 22 يوم في تمام الساعة 10 و 3 دقائق مساء بيصبح 23 يوم نسبة الإضاءة 62% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس طبعا موجود بالدلوح حتى يوم 18-2 سعيدة بنسبة 30% الآن ولكن في ساعات المساء بتصير سعيدة بنسبة أو منقدر نحكي أنه منتحسة بنسبة 10% بدناش نحكي سعيدة بنسبة 0% لأنه أساسا بالأيام القادمة رح يكون في انتحاس لإلها القمر في الميزان حتى يوم 15-1 سعيد الآن بنسبة 15% في ساعات المساء يعني تقريبا عند غروب الشمس بيصير منتحس بنسبة 0% عطارد في الدلو بيتراجع حتى يوم 26-1 ومن ثم رح يتراجع لبرج الجدي حتى يوم 4-2 منتحس بنسبة 10% الآن الزهرة في الجدي بيتراجع حتى يوم 29-1 سعيد الآن بنسبة 15% في ساعات العصر بيصير سعيد بنسبة 30% المريخ في القاوس وبدو ينتقل للجدي طبعا هو رح يمكث في الجدي لغاية يوم 6-3 سعيد الآن بنسبة 30% المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% ابنوته في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يوم جديد للقيام بعمل مشترك واليوم بوسعكم توقيع عقد أو إتمام خطبة أو زفاف ولكن بما أنه بتراجع عندنا الزهرة وعطارد أنا ما بنصح لا بخطبة ولا بزفاف بالفترة هاي يعني بميل دائما لفترة أنه ما يكونش فيه تراجعات لهتول الكوكبين ولكن إن كان فيه اضطرارية لهذا الأمر فهيوم مناسب لهذا الموضوع لما أوليد برج الحمل برضو في بعض التأثيرات السلبية اللي بتكون على شكل متاعب عائلية أو مهنية أهم شيء إنه ما ترتجلوا المواقف وتجنبوا الانتقادات في مجال عملتها وبرضو المشاحنة ما بينكوا بين الأزواج طاقتكم ضعيفة برضو أمور الصحة شوي بدها نوع من أنواع الرقابة برج الثور بيتراكم العمل لديكم ولكن ممكن تجدوا اليوم تعاون من بعض الزملاء لإلكم أو تنجزوا بعض الأعمال الضرورية في مجال عملكم ولكن نصيحتي إنه يكون شوي التركيز عشان ما ترتكبوا بعض الأخطاء وبرضو عصبيتكم في مجال العمل عالي جدا وممكن تتهربوا من بعض الأعمال مارسوا نشاط بدني زي التحرك أو المشي أو شيء بس لأجل المحافظة على اللياق أو على الصحة بالفترة هاي وباكروا لعملكم وحاولوا إنكم ما تلتهوا بأمور ثانوية اليوم إنشغلات كثيرة وممكن إنك ما تنجح بإتمامها بالكامل بسبب الضغط أو المطلوب منك عشان هيك حاول إنك تنظم وقتك وحاول إنك ما تقصر برج الجوزاء طبعا بيضل اليوم هذا من أجمل الأيام لأنه القمر موجود في الميزان اللي هو البيت الخامس لألكم فعشان هيك بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم كمان هذا اليوم وبتعزز برضو عندكم العلاقات معهم وهذا يوم مناسب جدا لممارسة نشاط فني أو أدبي أو ممارسة هواية معينة هاي فترة استثنائية ورائعة وممكن يبتسم لك الحظ فيها وتكون فرحتك فيها كبيرة وتهتم باستعادة موقعك وتتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره انفراج وخبر سار بالفترة هاي بانتظارك ممكن تسمع فيهم أو إنه يصيروا معك فعشان هيك الأجواب برضو إيجابية ودعمة حاول إنك تستغل هذا اليوم كمان قبل الانتقال يوم غد وهذا الاشي راح يشوي يشعر بالفارق ما بين اليوم وبكرة برج السرطان بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم طبعا القمر موجود في البيت الرابع ما زال مثل اليوم أمس اليوم تقدروا تتفاهموا مع أفراد العائلة أو تعززوا العلاقة مع أفراد العائلة بشكل أوفى ممكن تضطر للإهتمام بتصلحات منزلية أو غيرها أهم شيء ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية الفترة هاي بتحمل مصاريف إضافية ممكن المصاريف هاي تكون عبارة عن أعطال منزلية أو مصاريف منزلية أو عائلية أو مناسبة معينة تضطر إنك تقدم فيها الواجب برج الأسد بتنشطوا اليوم في مجال الدراسة والسفر والاتصالات والتنقلات بوسعكم اليوم اجتياز امتحان وممكن اليوم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار اللي بتستوعبوا الظروف وبتتكيفوا معها بسهولة هاي فترة تعتبر فترة التواصل بناءة مع الآخرين وبتتمتعوا بنشاط ذهني بيسمح لك بالمنافسة القوية عشان هيك اليوم انت جاهز للمناقشة والحوار والحركة وورشات العمل حتى أمور التصلحات بأمور لها علاقة بمجال مثلا العلاقة بالبيت أو السيارات والاتصالات الأجواء مناسبة لهذه الأمور أهم شيء إنك ما تضيع عليك الفرص الإيجابية والمكاسب لهذا اليوم برج العذراء تم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب بيجي من عمل إضافي منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو على جائزة وبتتركز الأمور على الأمور المالي على الأمر المالي أو أهم شيء إنك ما تقلق لأنه شوي ممكن في بعض المصاريف اللي بتيجي إما طبية أو استشفائية طارئة حاول إنك تناقش العقود والمعاملات الإدارية بتأني ودقة ودقق بالتفاصيل كمان حاول إنك تستشير أهل الاقتصاص إن كان الموضوع بده توقيع أو مراجعة اليوم بترغب بمساعدة أحدهم وممكن تقوم بمبادرة خيرة فعشان هيك الأجواء جيدة على المستوى المالي فحاول إنك تنشط فيها دون اتخاذ القرار برج الميزان ثقتكم بأنفسكم كبير اليوم أكثر من يوم أمس لأنه الآن القمر تقريبا تجاوز كل أو معظم برج الميزان فعشان هيك اليوم بتنجحوا بتدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد وهاي فترة بتحمل إنجاز أو تطور لافت أهم شيء إنه حاول إنك ما تهملها وكرر المحاولة ممكن يبتسم لك الحظ اليوم في مسألة معينة أو تنجز بعض الأمور المهمة أو حتى تهتم بمظهرك أو لباسك أو حتى أمور تجميلية اليوم رح يعني تسعد باستعادة موقعك وتتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره برج العقرب بالنسبة لما أوليد برج العقرب طبعا من يومين أنت شاعر بالتعب شوي بلش يتسلل لك فعشان هيك ما زال التعب مسيطرة عليك في خلال هذا اليوم حاولوا برضو أنك تخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من أعمال عاجلة ممكن يسود سوء تفاهم أو تخف وطيرتك اليوم أو تشعر بنوع من أنواع الملل أو حتى ممكن تتأخر بعض المعاملات أو تلغي شيء معين أو ترغب في الابتعاد عن الأجواء الصاخبة الفترة هاي معروفة أنه القمر ما زال موجود في الميزان يعني بيت متعبك فهي ضاغطة واليوم آخر يوم لهذا الموضوع مبتداء من الصباح صباح الغد القمر رح يكون موجود عندك بعوض كثير من الأمور برج القوس بتنشطوا اجتماعياً وتسعدوا من لقاء الأصدقاء اليوم وتعاونهم معكم منكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة أهم شيء أنك تتجنب العناد وحاول أنك تكون أكثر تفاهماً على أراء أو انفتاحاً على أراء ومواقف الآخرين في هذا اليوم أهم شيء أنك ما تتكاسل وبادر لتصحيح الأخطاء واستعادة موقعك وبرضو في نفس اللحظة حاول تنجز كل الأعمال المهمة والضرورية قبل انتقال القمر للعطرب اللي هو بيت متعبك فعشان هيك لازم تستغل هذا اليوم وما بناسبك برضو البقاء وحيد حاول أنك تختلط بالوضع الاجتماعي العام بتاعك برج الجديد يوم جيد للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تغيير على طبيعة عملهم واليوم برضو بينتبهلكم المسؤولون وبيقدروا جهودكم بشكل أكبر فعشان هيك حاولوا أنكم تقدموا أفضل ما لديكم وحاولوا أنكم ما تتهربوا من المسؤوليات الموكلة لكم أو من أداء الواجب لأن هذا الشيء ممكن يضر بمصالحك أو يضر بمصلحتك القمر الآن موجود في بيت السمعة فعشان هيك برضو هذا البيت بقولك ما تجازف ما تغامر ما تتهرب من المسؤوليات الموكلة لإلك وبرضو بدعوك الجولة الاستثمار أو استثمار كل فرصة جيدة ممكن أنك تنال منها مكسب بدون ما تشوه سمعتك زي ما حكينا برج الدلو بتنشط اليوم برضو في مجال السفر البعيد والاتصالات البعيدة والدراسة الجامعية وهذا يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ولكن ما تعتمدوا كثير على الحضوض فحاولوا أنك تعتمدوا على مجهودكم وحاولوا أنك ما تستسلموا بل كرروا المحاولة يعني إذا تعطى الأمر ما قدرت أنك تتمم في أول مرة كرر المحاولة مرة أخرى بيمشي الحال حاول أنك تثابر حتى تصل لهدفك هذه أفضل الفترات اللي بترتفع فيها حضوضك وربما اليوم بعضكم يقوم برحلة أو يشارك في احتفال أو مناقشة أو حتى لو اجتماع عادي ويكون في بعض النقاشات اللي لها علاقة بالدين أو الفلسفة أو حتى مواضيع مهمة برج الحوت بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب بيجي يعني مصدر شراكة أو تعويض أو قرض أو حتى استرداد أموال أو حتى أموال لإلكم أنتوا ممكن تحصلوها وطالبوا فيها أهم شي حاولوا أن كل يوم ما تهملوا صحتكم ممكن تناقشوا موضوع بتعلق بتمويل أو قرض مثل ما حكينا وممكن تناقش مواضيع مهمة وتعيش امتحانات صعبة لها علاقة بأموال الشريك عالج الشؤون الإدارية بدقة وبشكل خاص الملفات الاستشفائية والمالية يعني الأجواء بتطلب منك أنك أنت تركز بالأمور المالية المشتركة بشكل جيد لا تتخذ قرارات ولا تحسم أمر اليوم أحاول أنك تجتهد فيها وإن شاء الله بتحصل الحلول اللي أنت ترغبها هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا